بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا الدرس القاصير أحببت أن أقوم بشرح لكم كيفية إزالة أو حدف مثل هذه الإعلانات أو الإشارات المخلق للحياة مزيدا من التفاصيل وإلى الشرح نقوم بالتوجه إلى متصفح جوجل شروم نقوم بالضغط عليه ثم نتجه إلى هذه الثلاث النقاط الموجودة في الأعلى على اليسار أما إن كان هاتفك باللغة الفرنسية ستجدها على اليمين نقوم بالضغط عليها ثم ننزل إلى الأسفل حتى نجد خيار مكتوب عليه الإعدادات نقوم بالضغط عليه ثم ننزل إلى الأسفل حتى نجد خيار مكتوب عليه الإشعارات نقوم بالضغط عليه ثم نقوم بالضغط على من المواقع الإلكترونية السؤال أولا نقوم بالضغط عليها هنا في هذه القائمة سوف تجد جميع المواقع التي تقوم يعني بنشر تلك الصور المخلق للحياة كل ما عليك فعله الآن وهو حدف كل موقع على حدة سأقوم بحدف هذا الموقع كل ما علينا فعله وهو أن أقوم بالضغط عليه ثم نقوم بالضغط على على هذا الخيار المحو وإعادة الضبط أقوم بالضغط عليه ثم أقوم بالضغط المحو وإعادة الضبط بهذا المكان ثم سوف أتجه إلى هذا الموقع في الأسفل كذلك ثم أقوم بالمحو وإعادة الضبط إذن لقد قمت بحذف جميع المواقع التي لم أعود أتق فيها والتي تقوم بظهور الإشعارات على الهاتف أما بالنسبة لموقع جوجل هذا هو فأنا أتق به مئة في المئة إذن سوف أقوم بالضغط مرة أخرى على الحضر في هذه القائمة سأجد موقع آخر أنا لم أتق فيه كل ما علي فعله الآن وهو أن أقوم بحذفه أقوم بالضغط عليه ثم أقوم بالضغط على المحو وإعادة الضبط إذن من أين أتت هذه الإشارات أو الإعلانات أنت قمت بالدخول إلى موقع ما كهذه المواقع التي رأيناها وهذا الموقع طلب منك صلاحية السماح أو فعندما قمت بالسماح فبدأت حينها أو حينئذ تظهر هذه الإعلانات كل مرة يعني كل دقيقة أو كل عشرون دقيقة أو كل تلاتون دقيقة أرجو من الله بأنني قد وفقت في هذا الشرح البسيط وألقاكم في درس آخر قادم بإذن الله جزاكم الله عني خيرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة